بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ سعد إبراهيم الجريس معلم تربية خاصة في معهد التربية الفكرية غرب الرياض المرحلة الدراسية التأهيلي الصف الثاني تأهيلي لمادة لغتي تعليمات الدرس أرجو من الأسرة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتب والأدوات اللازمة والاستعداد للدرس توصيات للأسرة حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرستي لمواكبة المنهج وإطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية أداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب أرجو منك عزيز الطالب قبل بدء الحصة أن يكون المكان مناسب لبدء الدرس ثانيا عدم الأكل أو الشرب أثناء الحصة أرجو منك عزيز الطالب عدم الانشغال بالأكل أو الشرب أثناء تقديم الدرس ثالثا احضار الأدوات اللازمة مثل الكتب والأقلام محمد يحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة أمل تحرص على الجلوس بشكل صحيح أحمد لا يغادر الدرس قبل انتهاء الحصة الوحدة الثانية لمادة لغتي لمادة لغتي لغتي الدرس الأول أدوات الاستفهام درسنا لهذا اليوم عزيز الطالب هو أدوات الاستفهام سوف نتعرف سويا بإذن الله هذا اليوم على أدوات الاستفهام على أدوات الاستفهام أهداف الدرس أن يميز الطالب المكان الصحيح لاستخدام أدوات الاستفهام ثانيا أن يكون الطالب جملة مفيدة باستخدام أدوات الاستفهام ثالثا أن يكرر الطالب أدوات الاستفهام خلف المعلم بشكل صحيح يوجد لدينا عزيز الطالب هنا مجموعة أحرف سوف نتعرف عليها أو مجموعة أدوات تسمى أدوات الاستفهام أدوات الاستفهام سوف نتعرف على هذه الأدوات أكثر في حل هذه الأنشطاء أو التمارين الأداء الأولى ما الأداء الأولى ما الأداء الثانية من الأداء الثانية من الأداء الثالثة متى الأداء الثالثة متى الأداء الرابعة أين الأداء الرابعة أين الخامسة لماذا الأداء الخامسة لماذا كذلك يوجد لدينا هنا الأداء أين الأداء الأخيرة كم الأداء الأخيرة كم هذه الأدوات عزيز الطالب في حال وجودها في الكلمة لا بد أن نضع علامة استفهام لا بد أن نضع علامة استفهام بسبب وجود هذه الأدوات أدوات الاستفهام النشاط الأول اقرأ أدوات الاستفهام سوف نقوم عزيز الطالب بقراءة هذه الأدوات سويا أرجو منك تكرارها خلف المعلم ومن ثم قراءتها مع المعلم كذلك كذلك يوجد لدينا في العمود الثاني أين أين كيف كيف كم كم ما ما لماذا لماذا هذه عزيز الطالب هي أدوات الاستفهام أدوات الاستفهام إذا جاءت هذه الأدوات الاستفهام في الجملة لابد من وضع علامة استفهام لابد من وضع علامة الاستفهام لأن هذه العلامات تدل على سؤال تدل على سؤال النشاط الثاني صل بين أدات الاستفهام في العمود ألف هذا هو العمود ألف وما يناسبها من الصور في العمود ب في العمود ب شاهد عزيز الطالب يوجد لدينا هنا العمود ألف والعمود ب العمود الأول يحمل أدوات الاستفهام العمود ب يحمل صور يحمل صور سوف نقوم بالتعرف على أدوات الاستفهام ومن ثم اختيار الصورة المناسبة لها العلامة الأولى أين العلامة الأولى أين العلامة الثانية من من العلامة الثالثة متى متى العلامة الرابعة والأخيرة كم كم العلامة الأولى أين للسؤال أين تدرس أو أين هي مدرستك ثم نقوم بوضع علامة استفهام من الذي أتى أو من هو صديقك ثم علامة استفهام متى؟ للسؤال عن الوقت متى تذهب إلى المدرسة؟ نضع علامة استفهام كم؟ كم؟ للسؤال عن الكمية كم عدد الأقلام؟ كما يوجد لدينا في الصورة كم عدد الأقلام؟ نقوم بوضع علامة استفهام الصورة الأولى عزيز الطالب صورة ماذا؟ أحسنت صورة ساعة الصورة الثانية ماذا يوجد لدينا؟ صورة موقع أو خريطة الصورة الثالثة ماذا يوجد لدينا في هذه الصورة عزيز الطالب؟ أحسنت صورة هاتف صورة هاتف الصورة الرابعة والأخيرة صورة أقلام صورة أقلام النشاط يقول صل بين أداة الاستفهام من العمود ألف وما يناسبها من الصور في العمود با أين؟ ما هو الخيار الصحيح؟ ما هو الخيار الصحيح لأداة أين؟ هل الخيار الصحيح؟ الساعة أو الموقع أو الهاتف أو عدد الأقلام أو الأقلام؟ ثم كذلك من؟ ثم كذلك متى؟ ثم كذلك كم؟ الأداة الأولى أين؟ تستخدم للسؤال عن المكان أو الموقع أين هي مدرستك؟ أين هي مدرستك؟ إذن نقوم بإصالها بالخريطة أو بالموقع نقوم بإصالها بالخريطة أو بالموقع الأداة الثانية من؟ من هو صديقك؟ أو من هو معلمك؟ أو من هو المتصل؟ إذن الأداة من؟ للسؤال عن الأشخاص من هو المتصل؟ قمنا بإصالها بصورة الهاتف أداة من قمنا بإيصالها بالهاتف من هو المتصل الأداة الثالثة متى؟ متى؟ للسؤال عن الوقت متى تذهب إلى المدرسة؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ إذن نقوم بإيصالها بالساعة نقوم بإيصالها بالساعة الأداة الرابعة والأخيرة هي كم؟ كم تستخدم للسؤال عن العدد؟ تستخدم للسؤال عن العدد؟ نقوم بإيصالها بصورة الأقلام كم هو عدد الأقلام؟ كم هو عدد الأقلام؟ ومن ثم علامة استفهام ومن ثم علامة استفهام كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بإيصال أدوات الاستفهام بالصور المناسبة لها أين تقع مدرستك؟ من هو المتصل؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ كم عدد الأقلام؟ كم عدد الأقلام؟ إذن قمنا باستخدام أدوات الاستفهام استخدام صحيح قمنا باستخدامها بشكل صحيح ثالثاً أو النشاط الثالثة أذكر مواضع استخدام أدوات الاستفهام أذكر مواضع استخدام أدوات الاستفهام في هذا النشاط عزيز الطالب يوجد لدينا خمس أدوات من أدوات الاستفهام الأداء الأولى متى؟ الأداء الثانية أين؟ الأداء الثالثة كيف؟ الأداء الرابعة ماذا؟ الأداء الخامسة من؟ لكل وحدة من هذه الأدوات عزيز الطالب استخدام معين استخدام معين سوف نقوم بالتعرف على الاستخدام الصحيح لهذه الكلمات أو الأدوات الأداء الأولى متى؟ قمنا بوضعها متى يبدأ الدرس؟ إذن تستخدم للوقت للوقت متى يبدأ الدرس؟ متى تستخدم للوقت؟ أين؟ أين يقام الحفل؟ تستخدم للمكان تستخدم أين للمكان؟ متى؟ قلنا تستخدم للوقت متى يبدأ الدرس؟ أين تستخدم للمكان؟ أين يقام الحفل؟ كذلك الأداء الثالثة كيف؟ كيف؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ تستخدم كيف للسؤال؟ تستخدم كيف للسؤال؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا تقرأ يا محمد؟ ماذا تقرأ يا محمد؟ كذلك ماذا تستخدم للسؤال؟ الأداء الخامسة والأخيرة من؟ من يطرق الباب؟ من يطرق الباب؟ تستخدم للسؤال عن الشخص؟ للسؤال عن الشخص؟ للسؤال عن الشخص؟ الأداء الأولى قمنا بوضعها في عبارة مفيدة أو جملة مفيدة متى يبدأ الدرس؟ تستخدم للوقت أين؟ أين يقام الحفل؟ تستخدم للمكان كيف؟ كيف حالك؟ تستخدم للسؤال ماذا قرأ يا محمد؟ كذلك للسؤال من تستخدم؟ كذلك السؤال عن الشخص؟ من يطرق الباب؟ من يطرق الباب؟ النشاط الرابع أعطي مثالاً مستخدماً أدوات الاستفهام وفقاً للصور التالية أعطي مثالاً مستخدما أدوات الاستفهام وفقاً للصور التالية في هذا النشاط عزيز الطالب يوجد لدينا ثلاث صور سوف نقوم باستخدام أدوات الاستفهام بالاستعانة بهذه الصور الاستعانة بهذه الصور الصورة الأولى عزيز الطالب ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ صورة طفل يقوم بحل واجباته إذن العبارة الصحيحة أو العبارة التي نستطيع كتابتها ما هو الحل الصحيح؟ يوجد لدينا صورة الطفل يقوم بحل واجباته ما هو الحل الصحيح؟ أداة الاستفهام هنا هي كلمة ما هو أو هي أداة ما هو الصورة الثانية صورة تفاحة صورة تفاحة قمنا بكتابة جملة من أكلت تفاحة؟ أداة الاستفهام هنا من؟ الصورة الثالثة والأخيرة صورة طائرة أين تتجه الطائرة؟ أين تتجه الطائرة؟ قمنا بكتابة أداة أين؟ للسؤال قمنا بكتابة أداة أين من أدوات الاستفهام؟ في نهاية هذا الدرس أشكر الطالب وأشكر الأسرة على استماعهم وإنصاتهم أتمنى لهم التوفيق والسداد هذا وصل الله وسلم وبرك على نبينا محمد